قناة إيمان بيلة تعليمية نشكر للناس الذين نضافوا جداد وكان مرحبا بهم في القناة مرحبا بكم قناة إيمان بيلة تعليمية المستوى الأول والثاني اليوم عندنا مادة نشاط العلمي المختار في النشاط العلمي السنة الثانية من التعليم الإبتدائي هدنا الصفحات 22 و 23 الوحدة الثانية صحة الإنسان الرياضة وصحة مفاصلة وضعية الانطلاق وبين سبب عدم قدرة عثمان على تقليد حركات مصطفى قال لك خسنا نبينه السبب عدم قدرة عثمان على تقليد الحركة حركات مصطفى مصطفى هنا كيلعب بالمضربة كرة التينيس كيمارس رياضة و وعثمان ما قدرش يقلدون لماذا لا يشرك عثمان صديقه في اللعب السؤال غادي نكتبه لأنه هنا ألاحظ وأتسأل لماذا لا يشرك عثمان صديقه في اللعب ربما مفاصله لا تساعده على الحركة لماذا لا يشرك عثمان صديقه في اللعب ربما مفاصله لا تساعده على الحركة يقدر يكون بسبب السمنة دياله مفاصله لا يقدرش يتحرك يعني بسرعة هتحقق ولاحظ ما يفعله مصطفى وعثمان وأضع العلامة فيه تحت ما يحافظ على صحة مفاصله عثمان وهذا عثمان كي يأكل مأكولات والمأكولات اللي كي يأكل غير صحية ومصطفى مصطفى كي يدير كي يدير الحركة يعني العلامة فيه غد ينديرها هنا تحت ما يحافظ على صحة الإنسان لكي يحافظ على صحة الإنسان الرياضة كتحافظ على صحة الإنسان أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة الرياضة ما فاصله عثمان لا يحافظ على سلامة مفاصله لأنه لا يمارس الرياضة ندير علامة فيهنان عثمان لا يحافظ على مفاصله لأنه لا يمارس الرياضة سألس سألس السؤال استخلص ما سنستخلص هنا التمارين الرياضية تقوي مفاصلي وتساهم في الحفاظ على صحتها الخلاصة الخلاصة التي خرجنا منها في هذا الدرس هي التمارين الرياضية تقوي مفاصلي وتساهم في الحفاظ على صحتها هذه الخلاصة استثمر اكتب صحيح او خطأ في الخانة المناسبة امارس الرياضة لأحافظ على صحة مفاصلي صحيح اتسلى بالهاتف المحمول ولا امارس الرياضة خطأ الخلاصة من الضرس الأول التمارين الرياضية تقوي مفاصلي وتساهم في الحفاظ على صحتها استثمر امارس الرياضة لأحافظ على صحة مفاصلي صحيح اتسلى بالهاتف المحمول ولا امارس الرياضة خطأ انتهينا من صفحة 22 وندز صفحة 23 توقيت واجبات غدائي اليومية وتنظيمها وضعية الانطلاق وبين ما يجعل مصطفى كئيبا ولا يركز في حجرة الدرس دائما الاحظ اتسأل كتب السؤال ونبعد نكتب الجواب لماذا مصطفى كئيب ولا يركز في حجرة الدرس على متسفهان ربما لم يتناول فطوره ويشعر بالجوع لانا قبل ما نمشو للحساس الاولى دينا والحساس المدرسية خاصنا ناكل وجبات صحية وخاصنا ناكل وجبات بنصيدام السؤال هو لماذا مصطفى كئيب ولا يركز في حجرة الدرس ربما لم يتناول فطوره ويشعر بالجوع لماذا مصطفى كئيب ولا يركز في حجرة الدرس ربما لم يتناول فطوره ويشعر بالجوع غامشو اتحقق ولاحظ الرسم ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة الفطور الصباح تناول الفطور في الصباح تناول الفطور في الصباح استخلص اتناول يعني الخلاصة ديال الدرس اتناول اتناول وجبات الغدائية في الاوقات الاتية الفطور في الصباح والغداء في منتصف النهار والعيش في المساء اتناول وجبات الغدائية في الاوقات الاتية الفطور في الصباح والغداء في منتصف النهار والعيش في المساء ونضم اوقات وجبات اليومية واحد اتنان ثلاثة السابعة والنصف واحد لان وجبات الفطور اتناول ونصف رقم اتنان وجبات الغداء ثامنة والنصف رقم ثلاثة وجبات العيشاء سوف نعطيه خلاصة الدرس الاول والدرس الثاني الدرس الاول خاصنا يعني نمارسه تمارين الرياضية لان لانها تقوي المفاصل الجسم نتاعنا وكتحافظ على الصحة ديالها والدرس الثاني بالنسبة الوجبات الفطور يعني خاصنا نتناول وجبات الغدائية وجبات الفطور وجبات الغداء وجبات العيشاء باش من اللي نكونو في الحجرة نتاع الدرس نكونو يعني مركزين وكان قرارهم زيان لان العقل السليم في جسم السليم نكونو كان فطرهم زيان كتغضهم زيان كتشهم زيان نبعدوا على الوجبات السريعة وهكذا نكونو انتهينا من الدرس اليوم وشكرا للي عندو اي سؤال خليه لي في كومنتير وشكرا لكم الى اللقاء في حصة ان شاء الله